تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدب العباس من توقيف ثلاثة أشخاص ينحدرون من إحدى الولايات الحدودية للوطن بحوزتهم كمية من المخدرات قدرت بأزيد من أربعة كيلوغرامات كما تم توقيف شخصين مع حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1235 قرص مهلوس ميكروفون عبد الكريم عشور تمكنت مصالح أمن ولاية سيدب العباس ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر ينحدرون من إحدى الولايات الحدودية للوطن استغلالاً للمعلومات عن تحركاتهم المشبوهة وبعد إعداد خطة محكمة من طرف عناصرنا تم إيقافهم وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات من نوع كيف معالج بعد تمديد الاختصاص بالتنسيق مع نيابة الجمهورية قدرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 4.3 كيلوغرام زائد هواتف نقالة كانت تستعمل في نشاطهم الإجراء